اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد من اسلوب حياتي فيديو النهاردة هيكون اكتراح لوجبات يوم كامل الفطار والغدى والعشا وكمان مشروب سهل ومغز جدا للولاد بناء على طلبكم طبعا دايما بتطلبوا من اكتراحات للوجبات كل يوم حيرة هنطبخ ايه وهنعمل اكل ايه وخصوصا واجبات الفطار والعشا هنقدم ايه في الفطار وفي العشا للولاد اه جاي لكم النهاردة بتلات واجبات مختلفين للفطار والغدى والعشا كلهم واجبات سهلة وسريعة ومميزة جدا في الشكل وفي الطعم كمان ومكوناتها يعني بسيطة ومتوفرة ومغزية في نفس الوقت وبتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم واهم حاجة وصفات سهلة وسريعة التحضير ما بتاخدش ايه وقت وبتطلع مميزة في الشكل وفي الطعم كمان ويلا بينا انتبع الفيديو ودلوقتي احضر وجبة الفطار وهي هتكون املت محش كده بحشوة خضار مميزة جدا وجبنة وكده من الوسط اه وبيبقى شكله وطعمه مميزين بيعجب الكبار الصغارين وتغيير عن تقديم البيت ودي فكرة جديدة لتقديم البيت في الفطار باشكال مختلفة ويلا بينا نشوف عملته ازاي ومعايا في معدير الاملت هنا تلات بيضات وجبنا شدر مبشورة وفلفل اخضر متقطع قطع صغيرة او فلفل الوان وبص الاخضر متقطع برضو صغير وبقدونس مفروم يعني من كل حاجة كده معلقة كبيرة واحتاج كمان معلقتين كبار حليب سائل وبعد كده احط الملح والفلفل الاسود على البيت واروب كويس وطبعا ممكن يعني كمية البيت بقى على حسب الرغبة ممكن تزوجي عن كده او تقليلي عن كده يعني حسب الرغبة وبقلب كويس بقى بعد ما حطيت الملح والفلفل وهنزل كمان بمعلقتين الحليب السائل الحليب السائل على البيت هنا بيديله يعني بيديله قوام كده جميل بيبقى البيت هايش كده وطري وقوامه جميل جدا وهنزل بقى بالبصل الاخضر بس مع البيت وبيت المكونات بقى حطها على الطاصة وهو بستوي زي ما هنشوف مع بعض وهقال وبعد كده بيكون معايا طاصة على النار فيها معلقة زبدة كبيرة والنار تكون نار هادية جدا علشان البيت ما يتلسعش واستوي كويس جدا وبين كل فترة كده باجي من الجنب بقى وسع للبيدي السائل علشان يستوي بالشكل ده لغاية ما لقيه تمسك من على السطح كله بضيف بقى في نص القرص للمكونات اللي معايا لقى البقدونس والفلفل والجبن الشيدر او اي نوع جبنة بقى انتو بتفضلوا ممكن متزرلة او رومي اي حاجة وبعد كده بقى في النص الفاضي على النص المليان بقى فيله كده زي سندويتش وزي ما احنا ملاحظين يعني لون البيت بيبقى محمر كده وجميل من اللبن اللي دفناه له وبيدلو قوام جميل كده وهاش وبقى سيمه كده من الويست وبيبقى واضح كده شكل الحشو اللي حطيناه والجبنة بتبقى سايحة وشكله جميل اوي وده الشكل النهائي للاملت بتاعنا وبقدمه مع شريح خيار وشريح تماطم وبيبقى شكله وطعمه مميزين جدا جدا انا يعجبكوا او ان شاء الله ويتغيير عن اي املت عادي وعايز اقولكوا كمان ان الحشو اللي حطيناه جوه ينفع يعني تغيروه باي حاجة بتحبوها وان شاء الله تجربوه يعجبكوا جدا ودلوقتي احضر وجبة الغداء وهي هتكون صانية الدجاج في الفرن بالخضار يعني وجبة جميلة جدا وخفيفة وسهلة في التحضير ومكوناتها كلها جميلة مغزية الخضار والبروتين وكل حاجة وبقدمها مع الرز الابيض والسلطة وبتبقى وجبة جميلة يعني كاملة متكاملة فيها كل حاجة واهم حاجة طعمها لزيز وبيبقى الدجاج مستوي ومتحمر كده في الفرن بطريقة جميلة مميزة ويلا بينا نشوفي المأدير وهيكون معايا في المأدير هنا الدجاجة متقطعة على 8 قطع ومعايا خضار مشكل حسب الرغبة هنا معايا مقعبات جزر وبطاطس وكوسة وفلفل ألوان شرايح ومعايا كمان طماطم شرايح وبصلة كبيرة متقطعة شرايح وعليها رشة ملح ورشة فلفل والتوابل هتكون ملح وفلفل أسود وحبهان مطحون ورق لوري وزعتر مجفف وهنا اللي بصل بفرقه كده بيجي علشان أنزل المياه بتاعته وهنا الدجاج حطيته خلاص في الصينية اللي هيدخل فيها الفرن وبقلب كده التوابل اللي معايا على بعض وبنزل بنص كمية التوابل على الدجاج اللي معايا وبتبله كده بيه بفرقه بيه كويس جدا بتبله من كل ناحية وبنزل كمان بالبصلة الشرايح اللي فرقتها بيجي وبعد كده كل الخضار بقى بنزل عليه بكمية التوابل اللي باقية ومعا لقتين كبار زيت نباتي وبقلبهم كده كويس جدا فيه وطبعا الخضار زي ما احنا ملاحظين متقطع مكعبات كبيرة علشان ما يتريش أثناء سوى يعني في الفرن مع الدجاجة وبحط بقى كل الخضار على الدجاج اللي معايا كده وبزبطه كده في الصينية وبنزل بورق اللوري كمان بوزعه وبعد كده بشرايح التماطيم ووزعها على وش الصينية وبكون فتح الفرن على درجة حرارة 200 وسيخين كويس جدا هدخل الصينية بتاعتي بس بعد ما ادفلها كباية مية من الجناب كده يعني ننزل بالجناب كده بكباية مية وهغطيها كويس بالفويل وادخلها على الفرن وده كده شكل صينية الدجاج بتاعتي بعد ما خرجت من الفرن اخدت حوالي نص ساعة او ساعة اللي ربع على حسب يعني قطعة الدجاج اللي عندنا او حجم الدجاج اللي معانا على درجة حرارة 200 زي ما قلنا كانت متغطية كويس جدا بالفويل لغاية ما اتأكدت انها استاوت تماما بعد كده فتحت عليها الشوادقتين علشان الفراخ والخضار ياخدوا وش ويحمروا كده بالشكل الجميل ده وعايز اقول لكم كمان للي يحب لون الخضار يعني فيه صلصة اكتر ولونه احمر كده عن عن الشكل ده يعني تديفهم علاقة صلصة تماطيم كبيرة على الخضار قبل ما اندخل الصينية الفرن بس انا الحقيقة بكتفي بلونها كده بيبقى جميل وبكتفي بشراحة تماطيم بس اللي حطتها وبتنزل بقى صوص جميل جدا بقدم بقى معها الرز الابيض والسلطة وتبقى واجبة جميلة كاملة متكاملة ان شاء الله بتمنى تجربوها وهتعجبكو جدا ودلوقتي هعمل مشروب جميل جدا للولاد هقدمولهم كاسناك ما بين وجبة الغداء والعشاء وهما بيذكروا كده يعني بتديهم طاقة جميلة جدا لان مكوناته كلها طبيعية ومكوناته مغزية جدا هنشوفها مع بعض وبتقدم كمان في اي وقت من اليوم وممكن فطار قبل المدرسة او ممكن كاسناك بين الوجبات او بعد ما يجوا من المدرسة على البيت يعني في اي وقت هو مفيد ويلا بينا نشوف انا عملته ازاي ومعايا في مقادير المشروب بتاعنا موز وقطع من الطمر كده شايلة النوى واسماع على جزئين بالشكل ده وحليب سائل وهاخد كمان معلقتين كبار شوفان بالشكل ده صحيح او مطحون يعني حسب المتوفر عندك وكده كده يعني هو يتحن في شفشة الخلاط وبنزل بقى في الخلاط كده بالموز وبالطمر اللي معايا طبعا الكميات حسب رغبتك وحسب الكمية اللي انتوا هتعملوها وبنزل بقى بالطمر وكمان بمعلقتين كبار شوفان زي ما احنا ملاحظين كده المكونات كلها يعني مفيدة ومغزية جدا جدا للكبار والصغيرين وبنزل كمان بالحليب السائل وانتوا بقى بتخلطوه كده لو حبيتوا تزاودوا الحلوة بتاعتوا تزاودوها مثلا بعسل النحل او بالسكر حسب رغبتك او تكتفوا بتعم الموز والطمر مع بعض حسب رغبتك طبعا وبنزل برشة فانيليا صغيرة او رشة ارفة برضو الارفة بتبقى طعمها جميل او مع الموز والطمر وبخلط كل المكونات دي كويس جدا وبعد كده بصفيه طبعا قبل ما قدمه لازم نصفيه عشان بيبقى فيه كشور من البلح كده وخصوصا لو لو اطفال صغيرين اللي هشربوه عشان يبقى المشروب سالس وناعم كده عشان الكشور بتاعت التمر دي ما تنزلش معانا في العصير وبقدمه في اي وقت بقى من اليوم مفيد جدا في كل الاوقات كافطار قبل ما الولاد يروح المدرسة بيدي توقع هيلة جدا ومغزي او كسناك بين الوجبات او بعد ما يجوا من المدرسة او بين الغداء والعشاء في اي وقت مفيد وجميل جدا هيعجبكو جدا ان شاء الله بتمنى تجربوه ودلوقتي احضر لوجبة العشاء وهي هتكون الكريب بطريقة سهلة جدا وسريعة وبحشوات مختلفة زي حشوات الاكبان او المربة او الشوكولاتة اي حاجة متوفرة عندنا كده للعشاء بدل ما نعمل صندوطشات عادية للولاد ده بيبقى بالكريب طبعا الكبار الصغيرين بيحبوه بيبقى ليه طعمه مميز هنعمله بمنتهى السهولة اي حاجة متوفرة عندنا في البيت هنحشي بيها ونقدمه بالطريقة دي طريقة جميلة ومميزة ومغزف نفس الوقت للولاد وللكبار كمان ويلا بينا نشوف المقادير والطريقة ومعي المقادير الكريب كبايتين دقيق ابيض كباية حليب سائل كباية ميا اتنين بيضة معلقتين كبار زبدة سائحة ورشة فانيليا سائل او بودر في شفش الخلاط بنزل بكل المكونات الميا والحليب السائل والاتنين البيضة ورشة فانيليا وزي ما احنا ملاحظين الكبايات كلها مقاس واحد يعني نوحد الكباية اللي بنقس بيها كل المكونات ومعلقتين كبار زبدة سائحة او زيت نباتي ممكن وبنزل كمان بالدقيق. وبخلط كل المكونات دي في الخلاط. وده كده قوم الكريب معي هبدأ دلوقتي اصويه بقى على طاصة على النار. آآ طاصة طبعا تكون ما بتلزقش السيراميك كده او تفيل. آآ بوامسح كده مسحة زبدة سايحة. ولما بتسخن كواس الطاصة بحط بقى فيها حوالي كده كبشة. او على حسب بقى حجم الطاصة اللي معانا. وبدورها كده كواس جدا. ألفها على طول وقبل ما الخليط يجمد معانا. هو سائل علشان ياخد الشكل الدائري بتاع الطاصة. ولما بلاقي الوش كده تمسك وما بقاش فيه سائل. بقليبه على الناحية التانية بيكون يحمر بالشكل ده. ولما كمان من الناحية اللي تحت بقى يحمر ياخد اللون الدهب ده. بطلعه على طول. وبحط آآ تاني كمية تانية. ولازم افردها كده على طول اول منزل الخليط في الطاصة. افرده كويس. وخلص الكمية اللي معايا كلها بنفس الطريقة. وبعد ما خلصت تسوية كمية الكريب اللي معايا بالشكل ده. اقترح عليكم آآ يعني آآ كزا شكل كده للتقديم او يتحشي باي حشوة. طبعا احنا عارفين الكريب يتحشي باي حاجة حلوة او مالح. اول حاجة كده بافرد عليه كمية من الجبنة الكريمة او اي نوع جبنة بتفضلوه. وقطع زاتون كده متقطع كطع صغيرة. وبلفوا بقى بالشكل ده وآآ وبقطعو على جزئين. وبيتقدم بقى بالشكل ده كده محشي جبنة وزاتون او اي حاجة طبعا عندكم متوفرة. آآ وكمان آآ ممكن يتحشي طبعا بحاجة حلوة زي المربة الشوكولاتة اي حاجة معايا هنا مربة فراولة بافرد منها كمية كده ممكن مربة على قشطة يعني اي حاجة متوفرة او اي حاجة آآ الولاد بيحبوها وبلفوا برضو كده وبردو بقسموا على جزئين وبقدموا. بالشكل ده كده. ومعايا شكل كمان هنا يعني هطبقوا على هيئة مسلس. بالطريقة دي كده وهرش عليه شوكولاتة صاحة من الخارج وممكن طبعا آآ نفرد عليه الشوكولاتة من الداخل زي ما فردنا المربة او النوتيلة او اي حاجة. انا طبقته بالشكل ده وهرش عليه شوكولاتة. ودي كده اشكال الكريب بتاعتنا قدمتها بالشكل ده ده اللي بالجبنة والزتون. ده طبعا اعتبر حاجة ملحة كده. وده اللي بالمربة والشوكولاتة. برضو فاردت الشوكولاتة من الداخل وقطعتها بنفس طريقة المربة. وده اللي هو مسلسات ورشيت عليه الشوكولاتة الدايبة عادي مسايحها على حمام مائي او مسايحها في المايكرويف كده لمدة دقيقة. وقدمت معها شرايح من الموز او اي فواكه طبعا بتبقى جميلة او مع الكريب اللي بالشوكولاتة. ودي كده الاشكال بتاعتنا. وطبعا الكريب ده بتعمل منه يعني اصناف كتير جدا وفيه بقى كريب بحشوات مختلفة زي الحوم او دجاج بيبقى يعني يعتبر وجبات رئيسية. ان شاء الله هبقى عمله لكم بحشوات تاني ملحة يعني كتير. والنهارده عملنا كده بس بطريقة سهلة كده للعشا وخفيفة وسريعة. وبحشوات كده متوفرة يعني اللي هي بتليق مع العشا او الفطار يعني اكتر. وطبعا هو ينفع يتقدم كافطار او عشا. وبتمنى تجربوه وان شاء الله هيعجبكو جدا. وبتمنى تكون فيديو النهارده عجبكو والوصفات اللي اقترحتها عليكم. الفطار والغداء والعشا والمشروب كمان المميز اللي شفنا مع بعض. تكون كل الوصفات دي عجبتكو وتستفدوا منها وتجربوها وزي ما شفنا وصفات سهلة وسريعة التحضير. فبتاخدش اي وقت مننا خالص. واهم حاجة بتطلع النتيجة جميلة في الشكل والطعم كمان. بتنسوش بقى لايكو شير الفيديو واشتراك في القناة للا اول مرة تشوف فيديوهاتي. ونتقابل على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة. اشتركوا في القناة